نوصل لمنتخب المغربي لكرة القدم تقديم عروضه القوية في إقصائية كأس إفريقيا للأمم المغربة 2025 بتحقيق فوز جديد على نظيره الإفريقية الغسطى بربعية نظيفة في المباراة التي جمعتما أمس على أرضية الملعب الشرفي بوجد لحساب الشولة الرابعة للمجموعة الثانية من هذه الإقصائيات وسجل أهداف النخبة الوطنية كل من إلياس بن صغير ويوسفا سيري وعبدالصماد الزلزولية وحققت كتيبة سود الأطلس بهذا الفوز العلمة الكاملة من هذه الإقصائيات بأربع انتصارات متتالية بوأتها صدارة المجموعة الثانية برسيد 12 نقطة علما أن المنتخب الوطني ضمن تأهله تلقائيا لنهائية نهائية البطرة القارية التي يصدفها المغرب في الفترة المتدة من 21 من دجمبر 2025 إلى 18 من يناير ألفين وستة وعشرين ترجمة نانسي قنقر